ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا باس المجدي وفي الفيديو ده جايين نكمل مع بعض سلسلة حلقات تعلم الموشن جرافك باستخدام برنامج تونلي في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن تحريك الكاميرا داخل الفيديو او داخل المشهد ازاي بقدر احرك الكاميرا وان انا خليها تزوم اين او تزوم اوت داخل الفيديو من خلال برنامج تونلي الموضوع بسيط جدا وفي خطوطين هتعرف تعمله وهيبقى سهل عليك جدا وبالفيديو او بالكاميرا جوه الفيديو هتعرف تعمل لعب كتير هتلاقي يديلك شكل حلو للفيديو بتاعك بس خليني في البداية اقول لك لو بتتفرج عليها على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشيره للفيديو ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة واتفعل الجرس عشان يصل لك كل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو يلا بينا تعالوا كده في البداية اوريك مثال عشان افهمك قصدي ازاي يعني ايه تحرك الكاميرا داخل الفيديو تعالوا كده نفتح البرنامج وندوس بريفيو على الفيديو اللي احنا بنعمله خدوا بقى بالكو من المشهد اللي جاي ده لان هي دي الحتة اللي جاية اللي انا اقصدها خدتوا بالكو هنا ان المشهد في البداية كان عامل زوم على وش الولد وبعد كده بصوا بصوا هنا كده كان الكاميرا كانت عاملة زوم على وش الولد وبعد كده عاملت زوم قوت وجابت الكادر كله ازاي بقى الحركة دي بتتعمل بتيجي هنا في بتاعك بتلاقي عندك حاجة اسمها الكاميرا بتعمل عليها ان وبتفتحها بالمنظر ده بيبدأ يدي لك الشريط الاحمر ده وبيدي لك المسلس اللي ازرق اللي انت شايفه ده لو انت جيت وقفت هنا على اول اه فريم هتلاقي معلم لك كده بنقاط بهزا المنظر لو انت جيت كبرت النقاط ديا معنى كده ان المشهد او الكاميرا بتاعتك هتبدأ يعني واخدى الكادر كله ولو صغرتها معنى كده ان هو ده الحتة دي كده هي دي الفيديو بتاعك او هو ده الكادر بتاعك هيبدأ اه من هنا من وانا عامل زوم على وش الولد طب انا بقى عايزه مع استمرار الوقت او مع الوقت لما بيمشي الكاميرا تفتح معي ببدأ ادوس هنا كده بهزا المنظر يعني شوف احنا اه انا دوست هنا فظاهر عندي هنا الفريماية ديا اللي انا جيت هنا وقلت له هي يعني انا كنت هنا في بص معي انا في اول فريم كنت عامل زوم على وش الولد بهزا المنظر وجيت هنا عند الكاميرا دي وروحت جاي هنا واخدت فريم تاني وروحت جاي نكبره او ممكن اكبره بهزا الشكل حد النص بس وااجي مسلا في الاخر وادوس على فريم تالت وكبرها بالكامل لو اجينا بص هنا لو اجينا عملنا هنا بيرفيو هلاقي بص بص اللازرق ده اللازرق ده هو الكاميرا بتاعتي للاقي ان الكاميرا بتفتح بتفتح بهازا المنظر بس انا بفضل دايما ان هنا هو احنا هنا في بتاعنا اجيه عند كلمة شغلك فانا فضلت ان اجي هنا عند كلمة شغلك واخلي الكاميرا تفتح الكادر كله واجي وفي الاخر اخلي برضو الكاميرا فتح الكادر كله عشان يبقى النتيجة في الاخر زي ما احنا هنشوفها دلوقتي. انتفكر تأكر في التجمع الخامس واتبعد عن الدوسة والسحمة? طبعي استبقى رايد من شغلك او من مدارس الاولاد? بصوا انا فتحت الكادر قبل كلمة شغلك علشان كلمة شغلك تظهر وكلمة مدارس الاولاد تظهر. فانا كنت عامل زوم على الشخص نفسه وروحت جاي بعد كده فاتح الكادر بتاعي علشان كلمة شغلك وكلمة مدارس الاولاد. طبعا انت الحركة دي ممكن تستخدمها كتير وتلعب بها كتير داخل الفيديو بتاعك. وتجي من اليمين للشمال وتعمل شوية حركات ولعب. وكلها بتتعامل بنفس الطريقة اللي احنا استخدمناها. يعني على سبيل المسال لو انا جيت هنا الكاميرا بتاعتي. رحت جاي مسلا في الاول عملتها هنا وجيت في دي كده. وروحت مخليها بصوا معايا كده. هدوس على على الفريم بتاعي. وصغر دي وخليها تنزل لتحت كده. معنى كده ان الكاميرا بتاعتي بصها هتعمل ايه? بتفكر تأكر في التجامع الخامس. واتبع لعلى الدوشة والزحمة. طب عايز طبعا رايد من شغلك او من مدارس الاولاد بتاعك. الكاميرا كده بعد كده نزلت لتحت وبعد كده فتحت للمشهد كله. فانت باوبشن الكاميرا ده مش عايز اقول لك انت ممكن تعمل لعب جامد جدا. طيب اخر حاجة هنعرفها مع بعض في الفيديو بتاعنا النهاردة او الفيديو البسيط اللي احنا عملناه النهاردة وهو ان انا ازاي اكسبورت الفيديو بتاعي. ازاي صدر الفيديو بتاعي بعد ما خلصه. ان زي ما انا علمتك في المشاهد او في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا دوقتي ابتدينا لابني المشاهد بتاعتنا فانت هتبدأ تبني المشاهد بتاعتك باز المنظر. وبعد كده في الاخر هتحتاج ان انت تصدر الفيديو. طب ازاي بقى نصدر الفيديو? تلاقي عندك ضرار هنا اسمه فانت هتبدأ بتاعك وبعد كده تدوس على وتختار المكان اللي الفيديو هيتصدر فيه وليكن على وتدوس وبعد كده هتبدأ تاكسبورت الفيديو بتاعك وتدوس هنا وتختار بتاعك انت عايز تصدره ولا ولا الف وتمانين وتختار الفورمات ولا ايه وبعد كده تدوس هيبدأ يتصدر معاك في المكان اللي انت اخترته وبكده تكون صدرت الفيديو بتاعك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتفرج عليه على الفيسبوك ولو بتتفرج عليه على اليوتيوب ما تنساش تعمل بالقناة واتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد والسلام عليكم وانا عبدالله بركاته.